مثل ما يعج العراق بالفقراء من جراء الفساد والإهمال يوجد فيه الكثير من فاعلي الخير جدار الرحمة في مدينة الرمادي بمحافظة الأنبار مشروع خيري أقيم على يد مجموعة من شباب المدينة هدفه إعانة الفقراء في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها الكثير من سكان الرمادي بسبب تداعيات الحرب وانتشار فيروس كورونا وبشغف قل نظيره يتحدث أحد المتطوعين في مشروع جدار الرحمة عن فكرة المشروع وتفاصيله الفكرة هي عبارة عن جمع الملابس الغير مستخدمة بداخل أغلب المنازل اللي شخص ما محتاجه يقدر يتبرع بيها أنه نستخدمها احنا للعواء المتعففة العواء الفقيرة احنا ما نقتصر فقط على الملابس إنما المواد المنزلية الكهربائية يعني أي حاجة ما تحتاجها بداخل بيتها تقدر تجيب الناها هنا والعواء اللي محتاجتها تيجي تقدر تاخذه مبادرة جدار الرحمة في الرمادي لاقت قبولا واسعا من السكان حيث ألهمت الفكرة الكثير من الشباب ليسارع عدد منهم إلى المساهمة بالتبرع إلى المشروع والله ملابس شتوية مستخدمة نجيبها هنا للعالم الفقرة اللي ما عدها يستفادون من عدها وتدرون أجواء باردة مقبرة على احنا الشتاء يعني بارد فملابسان زادة جبتها بالبيت وحطتها هنا يعني بها أجر وانصح العالم اللي عدها ملابس تجيبها هنا تخليها ويدعو القائمون على مشروع جدار الرحمة سكان محافظة الأنبار إلى المساهمة بتوسيع المشروع ليشمل جميع مدن المحافظة